أعلن سمولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع طموح لبناء أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية فريدة من نوعها في المملكة وعلى مستوى العالم المشروع الذي سيبدأ العمل به بداية العام 2018 في منطقة القدية جنوب العاصمة الرياض سيضم مجموعات رئيسية هي الترفيه ورياضة السيارات والإسكان والضيافة على مساحة أكثر من 33 كم مربعا وسيعمل القائمين على جعل المشروع عاصمة المغامرات المستقبلية ومعلما حضاريا بارزا لمدينة الرياض ومركز جذب لعشاق الترفيه ومحبي المغامرات من أبناء المملكة وخارجها من خلال توفير العديد من الأنشطة النوعية التي تم اختيارها بعناية وتصميمها بأحدث المواصفات العالمية كسباق السيارات والمغامرات ونشطات الهواء الطلق والألعاب المائية إضافة إلى دعم هوات الرحلات البرية وعشاق المناظر الطبيعية وألعاب الواقع الافتراضية كما سيضم المشروع بنيا معمارية وفنادق عالمية بإطلالة ساحرة وتصميم أنيق لتوفير المزيد من الراحة والانسجام للزوار فضلا عن توفير أشهر المطاعم والمركات العالمية للاستمتاع بأجمل أوقات التسوق والترفيه سواء لأفراد العائلة أو الأصدقاء كما من المتوقع أن يضم المشروع مدينة سيكس فلاكز الترفيهية كأحد عناصر الجذب الرئيسية في المشروع ولإضافة المزيد من الترفيه والبهجة والمرح وجود مثل هذه الوجهة السياحية المتكاملة المحترفة حقيقة هذا فيه إعلان لأطلاق صناعة السياحة بشكل تتبنى فيه الدولة اللاعب الرئيسي الشيء الثاني هو إيجاد خدمات فتدعم القطاعات الأخرى فالمملكة بهذه الخطوة ستوجد معايير جديدة للاستثمار في السياحة والإرساء صناعة السياحة محترفة مشروع المدينة الترفيهية بالقدية الرائد والأكثر طموحا في المملكة يأتي ضمن الخطط الهادفة إلى دعم رؤية المملكة بابتكار استثمارات نوعية متميزة وتحقيق منافع اقتصادية من خلال توفير فرص العمل للشباب وتنويع مصادر الدخل والارتقاء بمستوى الخدمات بالعاصمة الرياض لتصبح واحدة ضمن أفضل مئة مدينة للعيش على مستوى العالم